نروح مع عدراتكم لمجلس النواب والحقيقة يعني القانون اللي بيسير جدل النهاردة أعضاء مجلس النواب وفقوا على فرض رسوم تخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الزكي ويحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بيه قانون المرور من كل عام للترخيص يعني ايه؟ يعني هيكون فيه رسوم على كل المركبات الرسوم دي هترتفع سنويا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسمة كمان فيه نص على العقوبات الخاصة بعدم وضع الملسق الإلكتروني أو اتلافه أو اخفاءه أو نقله لمركبة أخرى أو العبس به بما يفقده صلاحيته التعديلات بتقضي بالحبس فيما يتعلق بالملسق الإلكتروني مدة لا تزيد عن 6 شهور وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هتين العقوبتين لكل من ارتكب يعني الفعال الأتية اللي هي قيادة مركبة بالمخلفة في عدم واضع أو تثبيت الملسق المرولي الإلكتروني أو اتلافه أو اخفاءه أو نقله لمركبة أخرى زي ما أشرت لحضرتكم